السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا الأساتذة أرحب بكم من جديد ونكمل معا الوحدة السادسة إن شاء الله بما تبقى فيها من تمارين ونرجع لها مرة اللخة في نظرة خاطفة لإبداء ملاحظاتكم أو أي شي تحبون نراجع بصورة مشتركة فكل شعني أرحب بهذه الفكرة نفوف في الجدوى نشوف في المنهج اللي تمارتنا اليوم أولا نذهب إلى المنهج أعتقد أننا قمنا بقيت هنا طورة بكة ملاحظات الفعال قياسية والفعال غير قياسية ونشوف إنه إذا عبيها فتقاعدة نسوارفه إحنا ماشيين اكمل الجملة التالية بأفعال جسيغة الماضي البسيط جدي إذا أنطاكم بي إذا أنطاكم بي بين قوسين يريد واحد من خمسة واحد من خمسة أشياء من خمسة أفعال مساعدة is, am, are, was, where نجي هنا ليش استخدمنا was ليش هنا استخدمنا was طبعا هو أصلا رأيتها بال past simple إنه مباشرة للماضي البسيط وشغلة الثانية إنه إذا نحكي عن عام 1932 اللي هو أصلا past history background فهذه اثنيات الممحدثين two events could refer that the entire sentence talks about the past simple tense so we put instead of be when he refers to use be it means that we before using five one of the five auxiliaries is, am, are, was, were but as long as this list this sentence is in the simple past and we've got a reference here it's 1932 which means this history is long ago which means it's past now we then necessary use was okay the second blank he frog died in 2009 الداية راح نحولها إلى ماضي هنضي فقط دي she died he died and كذا 2009 2009 my parents والي داية الميت شون حولها إلى ماضي نهذف واحدة من الاي سيمت تقرونها مت my parents مت in london تلقابلوا والتقوا في لندن in 1983 1983 1983 ذي فراغ يريد قيت نحولها إلى ماضي سيف got ذي got married in 1985 الزوجوا بالعام 1985 اي فراغ اي فراغ arrive الفعل من تي اصلا بي نضيف لها بس دي اي arrived late for the lesson ات فراغ begun اي تتحول إلى اي طبعا انتم كلكم ما تعرف واي لا فعل بس لا بس بالتذكير فقط اي كاتش كاتش شاذ irregular تختلف عن دوري كاتش الماضمة لاتها كوت اللي هي سي اي يو جي اي اتش تي سي اي يو جي اتش تي كوت اي كوت باس to school today يقول لحقتوا بالباس اللي راح للمدرسة اليوم it take الماضم لاتها took t double o k it took just 40 minutes صغرق الموضوع 40 دقيقة اي يريد هاب انحاول الى الماضي الماضي ما الهاب والهاس والهاد فا اي هاد a very busy morning اي send انحاول الى الماضي بقلب الدي إلى تي اي send 30 emails before 10 o'clock our football team win الماضي ما لاتها وون w o n وون هذا ايضا irregular ايضا irregular غشاذ هذا ايضا irregular وين وون my football our football team sorry won the match 3 to 0 your team loss ايضا ايضا irregular او لزيق روها الصير اهنانا lost l o s t l o s t again okay my brother my brother فراغ earn ننضيف له ايدي مباشرة ايدي a lot of money my brother كسب الكثير من الاموال in his last job في وظيفته الاخيرة but he فراغ leave هذا irregular شاذ يصير ماضي ما لاتها left l e f t l e f t كتبوها ينقوم left because he not like اذا يقول نوت وراها فعل يعني النوت تحتاج الى فعل مساعد على مود ننفي وحنا نحكي عن ماضي بسيط فش نقول because he did not like it did not like it okay i f rag study i f rag study chinese study الماضي ما لاتها ال y تقلب الى i ونظيف ال ايدي as long it's a ruler in english when the word ends with y preceded by canceling sound then we should change y into i and we add ed for past simple فنقلب ال y الى i يا الله نضيف ال ed i studied chinese for four years استدد درست اللغة الصينية اللي اربع سنوات but when i فراغ go شو نحاولها الى ماضي طبعا went يا ايام شاذة but when i went to shanghai i فراغ كان ال كان ماضي ما لاتها شنو could i could not understand the word i could not understand the word لم افهم اي كرمة اوكي اسنج على هذا البن اللي درسنا عليه هذا اللي بلش بشركة الكمبيوتر الخاصة بي اصلا اوكي بن هي فراغ بي منطيكم بي قلنا نروح على فعل مساعد واذا ماضي دا منروح عما i was aware اوكي 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 immt حين the year when he was 21 years he forgot lost lost everything when he was but then looking bad then at 2222 he started a new company called run makers run makers okay and he became a millionaire of over sorry and he became a millionaire all over again and he became a millionaire all over again work with your partner, then start with your friend and ask and answer questions when did you lost till the end? I'm thinking about my friends with using these words تحبون تشاركونا ياها شاركونا كيفكم هالشو اللي ينفون ليش أنا أخيركم ترى مو مسألة انه دا أسخة لا أريد انكم انه لكم رغبة تصورفون صورفون اذا ما لكم رغبة بس فوتوا على معاني الكلمات لان انتم خاف مطالبين تكتبون في التشي يعني فهموا بس معاني المفردات يستردي صباحا بعد الظهر مساء لاست 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 لكن لاست لاست المساء الموارضة هؤلاء لم يتجاه كلمة لاست أبدا لاست هؤلاء لم يستخدموا تركيب خطأ لاست تتجى مع كلمات مثل night, week, weekend Monday, month, year اوكي اذا عدنا بها grammar spot بعد شوين نشوفه هؤلاء نشوفه تتجد مع اوكي تتجد مع اوكي وين اذا عدتك اوكي نشوفك تتجد مع اوكي وين اوكي اوكي وين كانت أين تسألت عطلة أسبوعية؟ إلى آخر تسأل صديقك تسأل صديقك تسأل صديقك؟ تسأل دي فيدي؟ تذهب إلى السينما؟ تتكلم على موبيل؟ تسأل إيميل؟ تسأل إيميل؟ تسأل أمس؟ دعوكم أنه اليوم أمس واللست هي ماضي يعني الألفاء فهنا أيضا سألهم نحكيهم بالماضي يعني الهاف هات الووش إيدي القو وينت التوك توك السينت سينت كاتش كوت القيف قيل والهاف هات أوكي؟ هؤلون رح تحولون تلقائين إلى الماضي لأن شاركتنا بالماضي اللي هي يسترده واللاست اخبر صف عن أشياء تعلمتها عن صديقك يعني واحدة من المهندسات خلال هالفترة اللي كلنا سويت إنه اكتشفت حقيقة بصديقتها اللي جالسة يمها close to her she knows some facts recently and she'd like to tell the class يعني عرفت بعض الحقاقت و تريد تخبر الصف طبعا نحن ما رح نسويها أكيد لأنه هنا أنا خلينا نقول أكو فد برايفاسي أكو خصوصية ما نقدر نطاول عليها بس هو عدتهم هذا التميرين نقول هيتشي نحن ما رح نستخدمه أصلا القصد من هيتشي تمارين هي لتشجيعكم هيتشي تمارين موتيف يعني حافظ لتسجيعكم لتسجيعكم لتتكلمون يعني حافظ لتسجيعكم لتتكلمون هذا فكرة أصلا أولية وكلكم ناقشتوها بس هذا ما يمنع أنه فاقعدوا احنا أمانة علمية فقط أنه ما رضا غاية يعني أقض من محاضرتكم أي شيء يعني أغلس على أي شيء أوكي تعرفون أنه هذا البيزنسمان سأل الفيشورمان كيف يأخذ منك وقت يا الله تصعد لك سمك قال لازين إذا عندك إذا لديك الوقت لتستمر بالصيد يعني كيف تستمر بالصيد ليش ما تستمر أو كيف تستمر وشنال راح تخلص باقي نهارك قال احنا أعتقد أن الناس لم تأخذ سمكة واحدة تكفي سمكة واحدة صوري سمكة واحدة تكفي للعائلة وأنا أحتاج أنه أخذ سايستة غفوة أتسلم مع عائلتي إلى آخره أذهب خارجا فهذا الرجل كان مغتنع مغتنع جدا مغتنع جدا هذا البيزنسمان و هذا البيزنسمان نشوف اللي عليهم أنا قلت لا أطول أكثر من ربع ساعة بس أريد الصح والخطأ من يومكم هاي هي بس الصح والخطأ لا أكثر نقرأ جمال صح والخطأ أسا نروح على التسجيل أروح على نتالي والنتالي الغاية من عدتها أنه هالمرة أعرض لكم بشكل مفاق يعني أكثر بساطة أعرضها بترجمتها أنا مودي سهل عليكم مسألة الترجم ومعرفة الكلمات آسف إذا أخذنا من الوقت أكثر من ربع ساعة أنتم هاي نتالي راح أعرضها مجرد أنه الفائدة لأنه الكلمات صعبة وأنتم تردون تعرفون هيج دادقول سأعرضها بالشو سبتايتل فتحت النافة موسيقى نتالي أندريو نتالي أندريو موسيقى بأننا نتالي transformer بأنه في الت AC At bronze سوف أردع من جديد، سوف أردع في الترجمات، سوف أردع في شو سبتاتل ناتالي أندريو هو دانسة مباشرة عندما يتعب من النام الأول في ترجماتها وراء شمكات أردع في ترجمة ناريوم نظر بالنظر في النام الأقصار تقتطور في الناس يترام في أجلسة في النام الأقصار أ barnبيش في كل جيد من المطلقة ونظر في اجلسة ان نظر من قضيرة خلال أن أدخل سوف أضبع في مبيهة أقصار في أجلسة إستشارة المنازمة أبقاء من اكترابة تحلول في اجلسة لددن في فلاندارت بلدئ ومقالوا في القubre تمامها في فتولي ودفت رابعها في العليلين باستقررت في عاملين، في مراجعة أحضرت لي أنت في شديد طنت أليس زيارة حتاعتني كنين أصبر أصابتاً وفتاني خبيراً وقد كانت مكمل دائرة إليس هذه العمل ثلاثة أصابتاً ومعلك ذلك تحضر صحيح لكنني أصابتاً لذلك ولكن حوالي أصابتاً أصابتاً أو While I didn't like my teacher My parents said to keep dancing I did. And I'm happy I did. And it became another fun أنا I first thought about becoming a professional dancer at sixteen but my parents wanted me to stay at school and study for my A-Level exams which I did and then after my A-level exams, when I was 18, I first decided to become a professional dancer. After she left school, Natalie moved to London to study. I studied dance and musical theatre at a dance college in central London. The course was three years long. It was very tiring. I studied lots of different types of dance. I studied tap, ballet, jazz, hip-hop, singing and acting. It was very, very good fun, though. A very exciting, very positive experience. I graduated in 2006. When she finished college, Natalie looked for work as a professional dancer. But her first job wasn't in London. About a month after I graduated from dance college, I got my first job as a professional dancer in a Christmas show called Jack and the Beanstalk. It was for three months in a town called Colchester in England. I earned about £300 a week, which was good for a first job. But it was very exciting and a great first job where I learned a lot. Natalie loves her work, but she knows that life as a dancer isn't always easy. There are ups and downs. Life can be difficult as a professional dancer. When I am dancing, it's very tiring and I work very long hours. I also worry about what I eat. Natalie is also worried about injuries. When she's injured, she can't work. So it's important for her to be fit and healthy. So when she's not at work, Natalie still goes to dance classes. But there are times when Natalie doesn't work as a dancer. Sometimes I can't find a job as a dancer. So I work in shops or as a waitress. I worked in Harrods once. I worry about money too sometimes. In 2007, just after she graduated, Natalie got a short but very exciting job. I was really lucky because my second job was as a dancer on the film Mamma Mia. Mamma Mia was one of the most successful British films ever. The film earned over $600 million. The film starred the American actresses Meryl Streep and Amanda Seyfield. But many of the other actors were British. The writer, director and producer were also British. The film is about a wedding on a small Greek island. and there's a lot of dancing and singing in the film. Unfortunately, I didn't go to Greece. They made a lot of the film at Pinewood Studios just outside of London. Pinewood is one of the most famous film studios in the world. It's the home of the James Bond films. They filmed Mamma Mia inside the huge 007 studio. They built a Greek village inside the studio. It was amazing. Natalie only worked on the Mamma Mia film for two months in 2007. But in 2009, she was in Mamma Mia again. This time, in the theatre. Three years after I graduated, I got a job in the West End theatre production of Mamma Mia. Mamma Mia opened in the West End in 1999. Today, you can see the show all over the world. There are over 30 actors and dancers in the show. Hundreds of thousands of people see the show every year. It's an exciting show to watch, and it was Natalie's favourite dancing job. It was a brilliant job. I was in Mamma Mia for one year, and it was fantastic. I had a great time. APPLAUSE A-K-A-N-T-K-A-N-T-T-E-R-N-T-E-R-N-T-E-R-N-T-E-R-N-T-E. هنا لاحظت انه مستخدميها ضيفي لها ايدي ربما انتم يمكن قاموس من تكتموا لرنت بلتي ستجدونها تعلمة هي الماضمة لرنت بس مثل ما ذكرت لكم سابقاً اللغة تتقادم اكو كلمات تنتهي وتحل ببدء اكو صياغات تنتهي وتجي صياغات جديدة الظاهر انه الـ موضوع ايضاً الـ شكراً لتشاهد انتظر أن serve اتمنى انتظر ه初 اولا حاولا أن نتعرف مرحبا لكي نتعرف مرحبا. شكرا